ادانا جلالة الملك عبدالله الثاني حادثة تفجير الارهابي الاجرامي الذي استهدف اليوم مسجدا في مدينة ابهى بمنطقة عسير السعودية وادى الى استشهاد عدد من منتسب قوات الطوارئ السعودية واصابة اخرين جلالته في برقية بعث بها الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر عن استنكاره الشديد لمثل هذه الافعال الارهابية الجبانة مؤكدا وقوف الاردن وتضامنه مع السعودية الشقيقة في التصدي لهذه الافعال والحفاظ على امنها واستقرارها كما عبر جلالته عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الاليم سائلا الله ان يمنى على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب السعودية وشعبها كل مكره